اشتركوا في القناة تنجر إلى مواجهة مع الغرب في الذكرى الستين لبناء جدار برلين ديرش بيجل تتحدث عن ستين عاما من بناء الجدار والجهل الألماني الغربي انجازات الصين في العقدين الماضيين متعددة لكن واحدة من اكثر الانجازات اثارة للإعجاز هو صعود صناعة التكنولوجيا فيها صحيفة ايكونوميست تناولت هذا الملف والاجراءات الحكومية ضد بعض شركات التكنولوجيا في مقال تحت عنوان هجوم شي جنبينجا على التكنولوجيا سيغير مسار الصين يشير المقال إلى أن الثورة التكنولوجية ساعدت الصين على تحويل آفاقها الاقتصادية على المدى الطويل وكان ازدهارها أساسا لتحدي تفوق الأمريكي لذلك رأى المقال أن هجوم الرئيس الصيني على صناعة التكنولوجيا في بلاده البالغة أربعة تلريونات دولار أمر مفاجئ وتضيف الصحيفة أن صدور أكثر من خمسين إجراءا تنظيميا ضد عشرات الشركات بسبب مجموعة هائلة من انتهاكات مكافحة الاحتكار إلى انتهاكات البيانات تسبب في خسائر للمستثمرين بنحو تلريون دولار وتشير الصحيفة إلى أن محاولة إعادة تشكيل التكنولوجيا الصينية يمكن أن تسوء بسهولة إذ من المحتمل أن تثير الشكوك في الخارج مما يعيق طموحات البلاد التكنولوجية مشيرة إلى أن أي عائق في النمو سيكون محسوسا إلى ما هو أبعد من حدود الصين وينضم إلينا من بكين الكاتب الصحفي النادر رونغ هوان سيد نادر بداية هل تتفق مع المقال الذي يقول بأن الإجراءات الحكومية ضد شركات التكنولوجيا في الصين ستضر بمصار الصين التكنولوجيين مرحبا بكم مرحبا بكم نعم لا أعتقد أن هذه الإجراءات ستؤثر على الاقتصاد الصين وأعتقد أن كل هذه الإجراءات هو ضمان التطور السليم للإقتصاد في البلاد وحماية الحقوق الأساسية للمستحلكين والمواطنين فممكن أن نرى أن هذه الإجراءات تتعلق بمكافحة الاحتفال نعم طيب إذن أنت لا تتفق مع المقال الذي يقول بأن الإجراءات الحكومية ستضر بمصار الصين التكنولوجي ولكن على أرض الواقع هل نجحت الإجراءات الحكومية في تحقيق أهدافها على الأرض ضد هذه الشركات؟ وما هي تدعيات هذه الخطوات على هذه الشركات الصينية سواء كانت سلبية أو إيجابية؟ مثلاً يمكن أن نرى هذه الإجراءات تتعلق معظم تتعلق بالمجالين هو مجال مكافحة الاحتفال وكذلك مجال حماية الخصوصية المواطنين فمثلاً بالنسبة إلى شركة ديدي لإيجار السيارات ويمكن أن نرى أنه جمع الكثير من المعلومات الخاصة بالمواطنين والمستقديمين ويمكن أن نجمع هذه الكمية الحائلة من المعلومات الخصوصية المواطنين ويمكن أن تؤدي إلى نشر غير الشرعي للمعلومات المواطنين فمثلاً في حياتنا اليومية يمكن أن نتلاقى المكالمات لا نريده أو إزعاج المستمر مثل هذه إذا كان هناك تسرب لهذه المعلومات وكذلك الجانب الآخر مثلاً بنسبة إلى شركة علي بابا وشركة تنسنت فهينه شركة نعملاق وإحتكاره على السوق يجعل ربما تدرر بمصالح المستخدمين وكذلك تدرر بشركات الصغيرة والمتوسط نقول أن الإحتكار غير مفيد لتطور سليم للإقتصاد وهذا هو منافسة غير عادل وإذا لم يتم تعديل هذه الإحتكار سيكون هناك أدرار كبيرة على التطور الإقتصادي ففي التاريخ يمكن أن نرى كذلك هناك إجراءات مماثلة في دولة أخرى لمثل هذه الشركات المحترد يعني إحتكار مثل هذه الشركات فأعتقد أن هذه الشركة بعد تلاقي هذه الإجراءات أو تعليمات للتعديل فقد قبل هذه التعديلات سيد هوان لماذا تركت الصين لهم الحبلة على الغارب في سنوات ماضية ثم لماذا الآن تحاول أن تقود هذه الخطوات من قبل الشركات الصينية هل تحاول الصين أن تنفي عن نفسها الاتهامات الخارجية الموجهة إليها من قبل بعض الدول بخصوص الانتهاكات السبرانية يمكن أن نرى في الماضي لم يكن هناك وضع الإحتكار مثل وضعنا حالي ففي الماضي الشركات تسعي للتطور السريع ولم نرى كثير من مثل هذه الإحتكارات ولكن بعد النمو لسنوات طويلة الآن تشكلت هذه الإحتكارات ومثلا هو المستخدمين أو الشركات العاملة في هذا المجال تشعر بذلك مثلا أنا كنت أسأل السائق التاكسي وكانهم ينفسون بشكل عادل ويجهودهم ولكن الآن كل مصالحهم مرتبطة بهذه المناسات الألكترونية وهم ليس مثلا أنت تجتهد وثم تربح هذا الشرم طبيعي ولكن باستخدام مثل هذه المناسات الألكترونية الربح لا تتعلق بمجهوداتك يعني كلهم يشكون فهذا هو الشرم السلبي لنمو الاقتصاد عفوا لي المقاطع وقت المقابلة من بكين الكاتب الصحفي نادر رونجوان شكرا جزيلا لك ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ماهتمت به واشنطن بوست تقول إن الانهيار السريع لأفغانستان هو جزء من هزيمة طويلة وبطيئة للولايات المتحدة أما نيويورك تايمز فتشير إلى أن بايدن كان بوسعه أن يوقف حركة طالبان لكنه اختار عدم القيام بذلك ديفيلتال ألمانية تقول إن الدفاع الفاشل عن أفغانستان يشبه قول لا للغرب فاينانشال تايمز تشير إلى أن خسائر التأمين ضد الكوارث بسبب التقس القاسي بلغت 40 مليار دولار وول سريت جورنال تتحدث عن تعهد بيل جيتس بمليار ونصف المليار دولار لمشاريع المناخ الجديدة في الولايات المتحدة العلاقة بين روسيا والغرب ومسارها في المستقبل كان بحور اهتمام صحيفة نيزا فيسمايا جزيتا الروسية إذ كتبت تحت عنوان من مصلحة روسيا ألا تنجر إلى مواجهة مع الغرب تقول الصحيفة إن الواقعية والتقييمات البراغماتية في السياسة الخارجية والداخلية هي العوامل الحاسمة للنجاح في تحقيق الأهداف المعلنة وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يظهر خلال محادثاته مع بلاديمير بوتين في جينيف ضبطا للنفس فقط وإنما واقعية وفهما للطبيعة المختلفة للدولة الروسية لينخفض بعدها الخطاب العدائي من واشنطن ضد موسكو كما أثار الاعتراف بنوردستريم 2 غضب العديد من الأوروبيين الجدد حلفاء الولايات المتحدة أطمأنتهن واشنطن بتعزيز البنية التحتية للنيتو على أراضيهم روسيا بدورها ترد بشكل مؤلم على محاولات التوسع العسكري من قبل الغرب في الاتحاد السوفيتي السابق وخلصت الصحيفة إلى أنه ومن مصلحة موسكو ألا تنجر لمواجهة مع الغرب خاصة مع موقف واشنطن المنطقي فروسيا الآن تمثل تهديدا أقل خطورة من الصين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتأثير على الأسواق الأسيوية موسيقى وينضم إلينا من لندن دكتور باتريك دايموند أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ميري سيد دايموند هل ترى أن واشنطن قد بدأت بالفعل في تغيير سياساتها ضد موسكو على حساب حلفائها الأوروبيين أمر واضح هل غيرت بالفعل أمريكا سياستها تجاه روسيا ولكن الخطاب من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن في قمة جينيف يبدو أنه أكثر تصالحا مع روسيا وأقل عدائية معها ولكن هذا أثار الغضب في الغرب بما في ذلك المملكة المتحدة كاتب المقال يقول إن من مصلحة روسيا ألا تنجرى في مواجهة مع الغرب من الرابح الأكبر موسكو أم الغرب إن حدث ذلك سيد باتريك أعتقد أن الصعوبة تكمن في أن الغرب منقسم إن مصلحة واشنطن تختلف الآن عن القوى العظمى في أوروبا والمملكة المتحدة بعد الانفصال من الاتحاد الأوروبي تتخذ موقفا مختلفا في علاقتها مع الروسيا إذا لا يوجد موقف أوروبي موحد لأتعامل مع تهديدات روسيا ولكن ما هي التحديات والتهديدات الأكبر؟ هل تأتي من روسيا أم تأتي من الصين؟ فالصين تشكل تهديدات أمنية واقتصادية على الغرب بشكل كبير كيف يمكن الأوروبيين أن يحافظوا على مصالحهم في مواجهة روسيا مع الإبقاء على تحالفها مع الولايات المتحدة؟ إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل بطريقة موحدة ومنسقة لسيما الحكومة الفرنسية والألمانية على الحكومتين أن تتعامل بطريقة أكثر اتساقا لسيما في مجال السياسة الخارجية والتعامل مع روسيا أيضا الحكومات في الاتحاد الأوروبي عليها أن تقنع واشنطن والإدارة الأمريكية بتعزيز البنية التحتية للنيتو على الأراضي الأوروبية لحماية المصالح الأوروبية مما تمثله تهديدات روسيا لسيما في مجال جزيرة القرم والوضع في أوكرانيا إذن على الاتحاد الأوروبي أن يعزز من السياسة الداخلية وأن يقنع واشنطن بتعزيز البنية التحتية للنيتو على الأراضي الأوروبية فيما يتعلق بالنورد سريم 2 هل يمكن أن نشهد المزيد مثل هذه التوافقات الأمريكية الروسية في المستقبل وكيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي؟ حسنا بالطبع ستحاول الحكومة الأمريكية الاستمرار في التصالح مع روسيا ولكن لن نعود إلى الحرب الباردة منذ 30 أو 40 عاما كما رأينا في القمة في يونيو الماضي فالرئيس بوتين والرئيس بايدن حاول أن يكون الخطاب تصالحيا حتى في الأمور الخاصة بالانتشار النووي وأوروبا أيضا ترغب في تحقيق هذا التقدم وإلا سنشهد تهديدا أمنيا أو نوويا في الغرب ولسيما في الجزء الغربي من أوروبا أشكرك شكرا جزيلا من لندن كنت معنا دكتور باتريك دايموند أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري شكرا جزيلا لك الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد نتابع فيها بعد الفاصل والسريت جورنال تكشف النقابة عن أن إطلاق بوينغ لطائرة ستار لاينر إلى الفضاء قد يتأخر لعدة أشهر أهلا بكم من جديد إلى الصفحة الأولى حول ضحايا جدار برلين وكل من اضطروا للعيش خلفه وبعد ذلك كان تديهم القوة لهدمه نشرت صحيفة ديرشبيجل الألمانية مقال رأي بعنوان ستون عاما من بناء الجدار والجهل الألماني الغربي كاتبة المقال أشارت إلى أنه خلال أكثر من ثلاثة عقود منذ بداية التوحيد يبدو أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في أن تقسيم ألمانيا ينظر إليه على أنه أمر يهم الألمان الشرقيين في المقام الأول أو حتى حصريا وأشار المقال إلى أن عددا قليلا جدا من الألمان الغربيين بدأوا الاهتمام بالجانب الآخر بعد سقوط جدار برلين وكان لهذا عواقب إذ باتت ألمانيا المتحدة غير سعيدة لذلك تساءل المقال هل الشكوك حول لقاحات كورونا المنتشرة بشكل خاص في سكسونيا لها علاقة بحقيقة أن الحكومة الفيدرالية التي تعمل بشكل فعال في ألمانيا الغربية لا يشعر كثير من السكسونيين باهتمامها ولهذا السبب وحده لا يثقون في إجراءاتها وإن كانت الإجابة بنعم فلن يكون ذلك مفاجئا فلم يكن هناك سوى شخص واحد في حكومة ميركل من ألمانيا الشرقية وهي أنجلا ميركل نفسها بعد إعلان بوينغ حاجتها إلى إزالة كابسولتها الفضائية لإصلاح صمامات بها مشاكل كتبت وول سريت جونال تحت عنوان إطلاق طائرة ستار لاينر من بوينغ قد يواجه تأخيرا لعدة أشهر أشرت الصحيفة إلى أن إطلاق كابسولة ستار لاينر الفضائية قد يتأخر عدة أشهر لأن الشركة ستحتاج على الأرجح إلى إزالتها من أعلى صاروخ لإصلاحها وأوضحت الصحيفة أن مثل هذا التأخير سيكون انتكاسة لبرنامج بوينغ الفضائي إذ أمضت الشركة سنوات في تطوير ستار لاينر وكان من المفترض إطلاقها أواخر الشهر الماضي للالتحام مع محطة الفضاء الدولية بعد محاولة فاشلة قبل عام ونصف وأشارت إلى أن مهندسي بوينغ يعملون على إصلاح مشكلة في بعض الصمامات في نظام الدفع على كابسولة ستار لاينر الذي تم اكتشافه في وقت سابق من هذا الشهر وقالت الشركة أيضاً إنها ستعمل مع ناسا وينيتيد لونش ألاينس وهو مشروع مشترك بينها وشركة لوك هيد مارتين يوفر الصاروخ لنقل ستار لاينر إلى الفضاء لتحديد موعد إطلاق آخر عندما تكون المركبة الفضائية جاهزة اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة نتابع أبرز عنوينها سايتا الألمانية تشير إلى استمرار غموض حق الإقامة لمئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكزيت لوفيجارو الفرنسية تتحدث عن أن المريض صفر بكورونا يمكن أن يكون موظفاً في مختبر موهان الصينية لبيراسيون تتساءل بعد متحورة دلتا هل يمكن لمتحورة جديدة أن تصبح الأغلبية قريباً؟ نيزا فيزيمايا غازيتا الروسية تشير إلى ارتفاع معدل الطلاق في روسيا بمقدار مرة ونصف بسبب الفقر وول سريت جولل تكشف زيادة اعتقالات المهاجرين عبر الحدود الأمريكية في يوليو لأعلى مستوى لها منذ 21 عاماً بعد 13 عاماً من الوصاية عليها من قبل والدها على الرغم من اعتراضاتها العلنية انتصرت نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز في معركتها ضد هذه الوصاية واشنطن بوست كتبت حول هذا التحول في القضية تحت عنوان جيمي سبيرز والد بريتني سبيرز يوافق على رفع وصايته عنها وأعلن محامي بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته بعد أن اطلع بهذا الدور لفترة طويلة بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها وقال محامي بريتني إنهم سعداء بإقرار السيد سبيرز ومحامي أمام المحكمة بأنه يجب إبعاده عن ذلك الدور ومع ذلك عبر عن شعوره بخيبة أمل بسبب هجماتهم المغزية والمستهجنة المستمرة على بريتني وآخرين واتبع محامي بريتني أنهم سيواصلون تحقيقهم النشط في سلوك جيمي سبيرز وآخرين لجنيهم ملايين الدولارات من ممتلكات بريتني خلال 13 عاما الماضية خلصت نتائج إحصائية تعداد السكان لعام 2020 في الولايات المتحدة إلى نتائج مثيرة للاهتمام فكتبت طولتيكو الأمريكية تحت عنوان تراجع عدد السكان البيض في الولايات المتحدة إلى أقل من 60% وأوضحت الصحيفة أن عدد السكان البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية في الولايات المتحدة خفض إلى أقل من 60% لأول مرة في العقد الماضي وفقا لتعداد 2020 بينما حدث نمو سكاني بين مجموعات الأقليات وأظهرت البيانات أيضا أن النمو السكاني حدث بالكامل تقريبا في المناطق الحضرية وتصلت البيانات التي تم إصدارها حديثا الضوء على التركيبة العرقية المتغيرة للولايات المتحدة وذلك على الرغم من وجود مخاوف بشأن التعداد الذي يقلص عدد مجموعات معينة على وجه التحديد ويشعر البعض بالقلق من أن إدارة ترامب التي كانت تدعو إلى التمييز العرقي ربما تكون قد أخافت بعض المهاجرين من ملء الاستبيان لتحقيق رقم قياسي جديد ولإبراز مجال الطيران للفتيات الصغيرات كتبت صحيفة بروسيلز تايمز تحت عنوان شابة بلجيكية تبلغ من العمر 19 عاما تسعى لتكون أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم وأوضحت الصحيفة أن الشابة زارة راذرفورد تحاول أن تصبح أصغر امرأة وأول بلجيكية تطير حول العالم بمفردها عندما تنطلق في رحلتها في الثامن عشر من أغسطس وكان من المقرر أن تنطلق زارة في الحادي عشر من أغسطس لكن رحلتها تأخرت في اللحظة الأخيرة لتثبيت نظام كاميرا محسن داخل الطائرة للحصول على أكبر قدر ممكن من اللقطات عالية الجودة ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 250 ساعة الأي ما يقارب ثلاثة أشهر في المجموع مع الأخذ في الاعتبار التوقف لمدة ليلة أو ليلتين على طول الطريق وستغطي رحلة 52 دولة تبدأ من بلجيكا وتتجه نحو ألمانيا ثم النمسا سيتعين عليها أن ترى بوضوح إلى أين تتجه في جميع الأوقات لتظل على طريقها مما يعني أن الرحلة لن تكون ممكنة إلا في ظروف التقس المعتدل وأثناء النهار إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الصحافة العالمية هذا الصباح غدا نيت جدد لقاء دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة